تحت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد صالح الأثري افتتحت عمادة شؤون الطلبة معرض الجمعيات العلمية الحادي والعشرين بمشاركة عدد من الجمعيات بالمعهد العالي للاتصالة والملاحة بالشويخة وتضمن المعرض العديدة من المشاريع المختلفة التي قام بها الطلبة والطالبات بإعدادها وتصميمها بمبادرات فردية وتحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على إقامة هذه المعارض العلمية بشكل دوري سنويا لما لها من أهمية في تشجيع المواهب وإبراز المبدعين منهم